السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن اليوم إن شاء الله غد نكملوا الحصص ديال تقويم تشخيصي والدعم توقفنا في الفيديو السابق على الحصة الثانية من تقويم تشخيصي اليوم غد نديروا الحصة ديال الدعم الخاصة بمرجع المفيد في النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي إذن صفحة سبعة إذن غد نجوبوا على الأنشطة اللي عندنا في صفحة سبعة غنبدو بالنشاط الأول اكتفيته نميرو 1 جاتريبو أشاك نميرو دان لتكست لومو كي كنفين دانك عدنا أرقام في هاد لفخاز كل رقم فهو عندو علاقة بوحد لومو إذن سيونتفك لا كونسيست أليسي رو بوزي عميلانج دانك شنو رقم واحد شنو كنقصدو بها دانك لذولوا قرائص دانك شنو كتبواها الآن استطاد إذن رقم تق保ها هنا كنا نضروع لفiltration 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 دون ملانج هتروجين دون ملانج هموجين لفiltration 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 لدينا علاقة برقم الثلاثان لفiltration ملانج هموجين هنا نضروع لفشرة 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 دون ملانجρα دون ملانج لفاقم الثلاثان للماذا تعتبر تراق الاحفورية ملوثة أو ملوثة عفوا إذن لماذا نعتبر أن الطاقة الأحفورية هي طاقة ملوثة وما نوع التلوث الذي يخلفه استعمالها إذن نجاوب إذن النشاط ثاني إذن ألف الطاقة الأحفورية ملوثة الطاقة الأحفورية ملوثة لأنها تلوث الماء والهواء إذن فهي تلوث الماء والهواء إذن هي البيئة بصفة عامة يعني الأضرار جلها على البيئة يعني كان التلوث دي الماء الفرشة المائية البحار المحيطات الأنهار وكان التلوث دي الهواء بهذوك الغازات اللي كتنتج على الاحتراق ديالها هنا قد نجل نوع التلوث اللي تخلفه اللي هو يعني الاحتراق الاحتراق احتراق ديالها الطاقة هادي كيعطينا تنائي أكسيد الكربون والأزوت والكيبريت لكلوت الهواء الهواء كيلوت طبيعة بصفة عامة وذلك لأنه هناك نجاوبه على نوع التلوث لأنه ينتج عن حرقها انبعاثات غازية ملوثة هي اللي كتسبب لنا الاحتباس الحراري اللي كنقصده به الأزوت إذن الأزوت وتنائي أكسيد الكربون بصفة يعني كعين الغازات أخرى ملوثة ولكن هاتجو جهدو خصوصا تنائي أكسيد الكربون هذا هو السبب الرئيسي تنائي أكسيد الكربون سؤال لماذا تعتبر الطاقة المتجددة نظيفة وأعطي مثالين للطاقة المتجددة إذن الطاقة المتجددة هي صديقة للبيئة كنقول الطاقة المتجددة نظيفة لأنه لا ينتج عن استعمالها غازات ملوثة للبيئة كنقول طاقة صديقة الطاقة المتجددة فهي طاقة صديقة البيئة لأيش لأنه إحنا نجو الكهرباء من المياه دي السدود طاقة يعني المياه دي السدود طاقة ريحية طاقة الشمسية هنا ما كان حرقوش شي حاجة مثلا الطاقة الأحفورية ذاك الفحم الحجري الغاز باش يعني نجو الطاقة الكهربائية إذن فهي طاقة صديقة للبيئة وطاقة نظيفة إذن جوجي الأمثلة إذن المثال الأول عندنا طاقة الشمسية الدرجة الأولى الطاقة الشمسية أو المثال تاني طاقة الرحية الطاقة الرحية دوزو السؤال أو النشاط التالية activity numéro 3 جو تروب un objet par rapport auquel les corps suivants سنت au repos un élève faisant ses devoir devant son bureau نقوح تلمي كي دير لدووار ديالو فوق البيرو دونك هد تلمي فهو متحرك أو في حركة بالنسبة للمكتب اللي هو فسوكون دونك لبيرو دونك لبيرو داوال obje un passager دان دان ascenseur en موvement entre دوز اتاج دونك واحد شخص يطالع فل ascenseur بن جز ديال طوابق إدان بالنسبة لهد شخص فهو في حركة بالنسبة لواحد الجسم اللي هو ساكن اللي هو هدك لأس دونك أتى لأس لأس لذلك Donc, un objet au repos, donc, une bicyclette. Donc, bicyclette. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. الهواء منشتي تكون لدينا الغاز بالنسبة 78% لدينا الغاز 21% و اخر مكون من الغاز مهم و يشكل 78% و لدينا 1 تشكل 21% كيفية الهواء للاتموسفير لكي يكون على الاتموسفير الغلاف الجوي فهو عنده واحد دور مهم جدا بالنسبة للحياة على الارض لانه هو اللي كي يعني يحافظ على هاتيك الحرارة دي الارض في واحد نسبة معينة يعني ما تتزيد ما تتنقص باش حنا نقدره نعيشه كي يحبس علينا دوكل اشياء الدارة ديال الشمس فهو عنده واحد واحد الدور اللي هو مهم جدا اذا غادي نكتبه بالنسبة لهاد السؤال دونك وصلنا اكتيفيته ربعة ا دونك الاتموسفير دونك جوه يحبس وتمنع الينا لاشالور يعني الحرارة ديال الشمس وخصوصا دوكل اشياء الدارة لاشالور ديو صلي دونك اه اه والا دونك هدو يعني باختصال يعني الدور دياله اللي هو مهم بالنسبة للحياة ب كالصم اللي غاز كي كونستیو الاتموسفير الترسخ دونك بنسبة اللي غاز دونك ب عنا بزاف ديال لگاز دونك لگاز دونك جوش نقاط دونك عدنا توني الأكسيجن ديو ديوكسيجن ديوكسيجن دونك توني الأكسيجن ديوكسيجن عدنا توني الازوت الديازوت 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 سيودو اوكسيد الكاربون بالنسبة للس السرية يطلب مننا بالنسبة لهاد شنو هو هاد الغاز هادا اللي كيشكل 70% و ب هاد الغاز اللي كيشكل 21% هاد ا هو الديازوت تنائي الازوت والاخر الوكسيجين دائما الوكسيجين هو ما بين 21 و 20 اذن كانين ما راجع اللي كيكتبوا 20 كانين اللي كيكتبوا 21 بالنسبة ال ا هو ديازوت بالنسبة ال ب ديوكسيجين دونك ندوزو الناشاط الموالي دونك وصلنا الناشاط الخامس اذا بالنسبة للناشاط الخامس اجيب بصحيح او خطأ يحتوي هواء الشهيق على تنائي الوكسيجين اكثر من هواء الزفير اذا بالنسبة للشهيق احنا كندخلو الوكسيجين دونك صحيح يمرو غاز ثنائي الوكسيجين الى الدم على مستوى الحويصلات صحيح كذلك يمرو غاز ثنائي اوكسيد الكربون الى الدم على مستوى الحويصلات هنا خطأ إذن غاز نمشو الاخير ناشاط اللي هو اكتفيته نمیرو سيس جو لجند لشهيما ونطريبيان احاك نمیرو المكونات ديال الارد عدنا تربا عدنا يعني بزاف ديال المكونات إذن عدنا لتير دفئي سوال كوش برون دمش كوش دو كولور برون اي اوكس دونك بالنسبة الواحد هادي لتير دفئي هادو كل أوراق المييتة اللي سفارت او يعني دبالت لتير دفئي مرت دفئي دونك ووالا بالنسبة الى رقم اثنان مباشرة غايكون الدوبة اللي هو كوش برون دمش دونك غادي نكتبو كوش برون دمش دونك 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 واربعة هادا السوصول سوصول اذا هنلقاه الاغوش مار دونك فالا اذا هادو هما الاجوبة الخاصة بهاد الحاسة موعدونا ان شاء الله في الوحدة الاولى اذا غايكون اول درس ليهو مكونات الهواء كونوا في الموعد الى اللقاء اشتركوا في القناة